الآن وصلنا إلى ضمائر المفعول به Objective or Renounce Objective or Renounce يسمى ضمائر المفعول به في اللغة الإنجليزية Objective or Renounce هذا النوع من الضمائر يستخدم للتعبير عن المفعول به حيث تأتي هذه الضمائر بعد الفعل وحرف الجر إذن هذا الضمائر أو هذا النوع من الضمائر يأتي بعد الفعل وحرف الجر وهي كالتالي Me, You, Him, Her, It, Us, Them إذن هذه الضمائر يرجع حفظها وهي ضمائر المفعول به أي تأتي في حالة المفعول به إذن هذه الضمائر تأتي في محل المفعول به Me, You, Him, Her, It, Us, Them وسوف نشرح كل واحد منهما Me, ضمير معناه يا المتكلم يستخدم للتعبير عن المفرد لكل الجنسين إذن معناه يا المتكلم مثل She loves me She loves me تحبني من هي هي تحبني إذن لاحظ الضمير She هو ضمير فاعل بمعنى هي وهنا جاء Me كضمير في محل مفعول به إذن She loves me إذن يا المتكلم هي تحبني تحبني أنا إذن Me بمعنى يا المتكلم ومثال آخر He loves me يحبني هو يحبني إذن هنا أيضا يا المتكلم إذن Me هو ضمير يأتي بمعنى يا المتكلم You طبعا You في الحالة الأولى جاء كضمير فاعل ولكن نفسه يكون حالة المفعول به أي بمعنى ضمير المفعول به أو ضمائر ضمير من ضمائر المفعول به أي بمعنى كافة المخاطبة You ضمير من ضمائر المفعول به جاء هنا بمعنى كافة المخاطبة ويستعمل للتعبير عن المخاطب المفرد والجمع على حد سواء ولكل الجنسين مثل I can't hear you وهنا ممكن أن تترجم الجملة هذه إلى أنا لا أستطيع سماعك أنت أنا لا أستطيع سماعك أنت أنا لا أستطيع سماعكما أنا لا أستطيع سماعكم هذه هي ترجمة You وصلنا إلى الضمير Him ضمير Him هو ضمير معناه ألهاء الملحقة بالمذكر إذن Him هو ضمير معناه ألهاء الملحقة بالمذكر ويستخدم في حالة النصب والجر للمفرد الغائب مثل هل رأيت علي؟ انظر نحن نتكلم عن علي هل رأيت علي؟ فعندما تقول نعم لاحظ him هو الضمير الذي عوضناه عن علي بمعنى يمكنك أن تقول بمعنى أنا رأيت علي الليلة الماضية ولكن هنا عوضنا عن علي بhim ولذلك قلنا ضمير معنى هو الهاء الملحقة بالمذكر هنا علي مفرد مذكر وجاء هم تعويضا عنه من مكانك عندما يسألك الشخص did you see علي؟ yes I saw him last night أو من مكانك القول yes I saw علي last night وصلنا إلى الضمير her وهو ضمير معنى هو الهاء الملحقة بالمؤنث ويستخدم في حالة النصب والجر للمفرد الغال مثل did you see maha؟ إذن لاحظ نحن نتكلم عن maha did you see maha؟ yes I saw her last night بمعنى نعم أنا رأيتها الليلة الماضية إذن her هو ضمير عوضناه عن maha وهنا جاءت maha في محل المفعول به بمعنى الفاعل الفعل ومن ثم المفعول به إذن did you see maha؟ yes I saw her last night والآن وصلنا إلى الضمير it الضمير it معنى هو الهاء الملحقة لغير العاقل وغير العاقل هو جماد أو حيوان ويستخدم للتعبير عن الغاب المفرد مثل did you see maha new cd لاحظ did you see maha new cd نحن نتكلم عن القرص السيدي يعني هنا السؤال عن قرص السيدي إذن العنصر المهم في هذه الجملة هو قرص السيدي did you see maha new cd which I bought it yesterday بمعنى الذي اشتريته أمس إذن نحن ال it هو إشارة المن إلى السيدي هل رأيت قرصي المدمج الجديد الذي لاحظ which I bought it yesterday الذي اشتريته اشتريته هنا الهاء هو الملحقة أو الهاء التي تشير إلى ال new cd والآن وصلنا إلى الضمير us الضمير us بمعنى ناء المتكلم ضمير us بمعنى ناء المتكلم ويستخدم للتعبير عن المتكلمين الجمع في حالتي النصب والجر مثل they love us they love us لاحظ إذن مكانها أو إعرابها هنا جاءت كمفعول به they love us هم يحبوننا هم يحبوننا إذن حالة الحب وقعت علينا نحن إذن us هو ضمير يأتي في مجال أو في محل مفعول به them ضمير معناه هم هن ويستخدم للتعبير عن الغائبين بحالة الجمع للمذكر والمؤنث وغير العاقل إذن بحالة الجمع للمذكر والمؤنث وغير العاقل مثل I love them I love them لاحظ them أنا أحبهم معنى ضمير للجمع أنا أحبهم I love them وكما قلنا الضمير them معناه هم أو هن ويمكن ترجمة الجملة وفقا للمقصود من الضمير إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا إلى هذا اليوم للمزيد من التفاصيل وشرح أكثر حول هذا الدرس تفضل بزيارة الرابط التالي englishforarabs.com وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم كل النجاح وتوفيق ولا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب جزيلا الشكر وإلى لقاء آخر بمشيئة الله